برجوك طلابي كيف حالكم؟ إن شاء الله الأمور تمام وهي إحنا مكملين في حل كورس الألف سؤال بإذن الله ورح تكونوا مستفيدين سواء درستوا على الدرسيات الأساسية واللي على المكثف إن شاء الله الآن رح نحل أسئلة اللي بخونه غولاتيف اللي هي أسئلة ضمائر الوصل بالنسبة لضمائر الوصل هم بالأساس وفي اللغة الفرنسية هم أربع ضمائر حلو؟ لكن إحنا موجودين في التوجيه بس معنا ثلاث ضمائر الوصل موجودة اللي هي الكي الكو والقو طيب أنت بتحكولها اللي بتنتهي في الاي واللي بتنتهي في الاي والقو اللي عليها شحطة هي هاي الفكرة فأنا بالأول شو بدي منكم تلقوا نظرة على الخيارات والخيار الرعبية اللي ما إلو داعي خلينا نحذفه فعلى طول بحكي هاي الدون حلق يعني حذفناها بنرجع الآن وين بننتبه للي بعد الفراغ بحكي حسب المفقود أختار بداله مش مفقود بحذفه هيك نبدأ ما في فاعل أما اطلعوا هون فيه 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 بيقولوا هدول الضمائر الفاعل إذا موجودين احذفوا تبعتي الكي هاي مدام فيه فاعل ها فيه فاعل طبعا أنا رح أوضح أكمل جملة بعدين خلاص أنت بتكونوا فاهمين وبنكمل الفيديو على خير لأنه فيه فاعل فيه فاعل فيه فاعل فيه فاعل مباشرة شي بدي أكتب لكم هون مباشرة نحذف ضمير الوصل اللي محل الفاعل اللي هو الكي رح تحكولي مدام فيه فاعل باي باي للكي مدام فيه فاعل وينك يا الكي هاي باي باي هيك تمام طب السؤال الأول ما فيه فاعل لأنه ما فيه فاعل بتروح وتختاره الكي ها لأنه لا يوجد فاعل أنا طلعت بعد الفراغ ما شفت فيه فاعل ضغري بختار الكي تاعة الآي بس لما يكون فيه بنحذفها فأنتو شو بتختاره من خيارين موجود الفاعل احذفوا الكي تحكوا معناها احنا مشكلتنا صارت يا ما فعل به مباشر يا إما غير مباشر أما لما يكون موجود الفاعل بنحذف الكي وبنحكي معناها احنا بنحذف الخيار الرابع زي ما حكينا بنحذف الخيار الرابع بنحذف الخيار الرابع صفة أنا مدام خلصت موضوعي من الكي إذا أنا سهل الحل علي مش احنا عنا ثلاث ضمائر الكي فهمناها سواء فيه فاعل ولا ما فيه فاعل ضل عندنا الآن نحتار ما بين الكو والأو بحكي الكو لما يكون فيه عندنا مفعول به مباشر مفقود اطلعوا لي هون بحكي لكم هنا فيه فاعل بس هذا الفاعل مش حياله فاعل زيه زي الفاعل فيفغ فيفغ معناها يعيش وهون الفاعل يعمل لما نحكي يعمل أو الفاعل فيفغ يعيش هدول الفاعلين ما بدهم شيء بحاجة للمكان كأنه بقولك أنا ما بدي إشي خلص إنسانا من الكو أعطيني تبعتي المكان على طول لأن أنا بحكي عن مكان عمل تمام مش تحكويني طب هاي الفاعل يعمل هاي الفاعل يعمل غير هاي إجت في بداية الجملة على طول إجت بعض الفراغ هون ما في فاعل ضغري أنا حليت إنهال كيف لكن أنا لما يكون في عندي هدول الفاعلين في الذات ويكونوا عادي يكونوا بعد الفعل في فاعل وفي فاعل هم هدول الفاعل على طول بتحكو إحنا بدنا نحله على الأول تمام فما رحنا نطلع لا على المفعل به مباشر ولا على الفاعل يعني إحنا على طول بنحلها على أساس إنهال أول تمام بتحكو لي هون كمان فيفغ رح تروح على المكان فأنتو بتفتبوا ملاحظة طبعا إذا كان في فاعل وأنا بس محتارة بين المفروع به المباشر وغير المباشر بحكي هدول الفاعلين في الذات على طول بدهم اللي هو الغير مباشر اللي هو للمكان نرجع الآن للسؤال الثالث بحكينا جه فاعل حذفنا الفاعل حكينا ما بدنا الفاعل صح؟ تمام بحكي هاي فاعل تعتبر يعني للزمان إنه مبارح طيب أنا اشتريته مبارح صف أنا الآن محتارة أحكي أروح على المباشر اللي هو الكو ولا الغير مباشر أكيد رح أختار إنها الكو لأن أنا بدور على المفقود في فاعل في فعل ما في مفاول به فالأولوية للمفاول به المباشر لو كان موجود المفاول به المباشر زي مثلا الجملة هاي السابعة في فاعل أنا شو مباشرة بحذف الفاعل وحكينا بنحذف الخيار الرابع اللي ما إلو دخل فيهم مش شرط الخيار الرابع إنه دايما دي لأ أنا قصد الخيار الرابع اللي غيرهم إحنا قاعدتنا اسمها الكي والكو والأو صف أي خيار رابع عنهم بتحذفوه ابن جعب نحكي بخون تعتبر فعل كل هاي تعتبر اسم اللي هي المفاول به طب مدام في مفاول به إذن بنشطب المفاول به زي كيف حكينا في فاعل حذفنا الفاعل في مفاول به حذفنا المفاول به لأنه إحنا درسنا اللي مش موجود حطوه واللي موجود احذفوه هيك الفكرة فبتحكوا إحنا مباشرة أكيد بدنا المكان فالذلك أنا لما أجي أحكي لكم زي هاي الجملة اللي فاند إنه في فاعل وفي فعل وما في مفاول به وهون الأولوية للمفاول به المباشر إذن دوغري أنا بجاوب إنها هي الكور هس هاي حلينا هلية العلاقة في المكان نيجي لهون سيتان غي سورو فاراغ جو تخي فار داكور باجي بحكي الجو فاعل باي باي للفاعل تخي فاعل طيب وهذا مش من الأفعال يلي بدها هيانا نعمل للمكان وإلى آخره فأنا شو مباشرة بحكي أنا محتارة بين الكو والأو طيب ما في عنا إحنا مفاول به مباشر إذن مباشرة رح نحل إنها الكو نيجي للسؤال السادس سيتان غي سورو طبعا نهائي ما بنتطلع علي قبل الفراغ ما بيهمنا أبدا أنا إلي في اللي بعد الفراغ فعنا كلمة سيغ سيغ هاي تعتبر فاعل تمام فأنا مباشرة بحكي هاي الفعل بده فاعل وينك الفاعل بحكي هاي أصلا خارج الدرس يلي بتنتهي في الآي هي اللي بتكون بدل الفاعل نيجي الآن لهون كمان شفتوا كيف في طلاب بحكوا كل هاي الجملة أكيد فيها كل إشي بحاولوا يتسرعو هما بحلوا على طول شو بحكولي هاي الجملة فيها كل إشي إذن إحنا ما بدنا يلع على السريع ما بدوروا على الو فبحلوها أنها دي غلط بدك تبدأ من الأول هاي الفراع دغري بعد الفراع في فاعل ما في فاعل إذن الفاعل شو بتده تبع تلكي صفا كلهم بحذفهم اللي شفيهم تمام برضو نفس الإشي التاسع والعاشر كمان ما في فاعل لأنه لو في فاعل كان بيكون زي التو زي الجو أي اسم فاعل في أبي أخي إلى آخر منتر 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 طبعا بغض النظر ممكن يضعوا كوا لو كي اللي ممكن يغيروننا في الأشكال تبعتها فإحنا مباشرة نحكي اللي مش موجود خلينا نحذفه يعني زي الدن هاي مش معانا من ضمن الدرس أصلا هاي حرف جر مالها جدخل في ضمائر الوصل برجع بحكي ما في فاعل ما في فاعل على السريع شو بحل أنا اللي هي تبعت الفاعل هاي درس كتير تهل إذا بس قدرتوا تميزوا لبعض الفراغ فاعل مش فاعل مفاعل به مش مفاعل به هاي الأشياء دايما بدها مكان يلا على المكان شو لي للمكان هيك بس بتكون أموركم مية بالمية في فاعل باي باي للفاعل فقط معناها يرتدي طيب إيش بدي أرتدي؟ بدي شيء ما في شيء إذن خلصت على مفاعل به المباشر نيجي لهون كمان جم بيا الجو تعتبر فاعل بنحكي باي باي للكي وباي باي للدو برجع وبوقف بين الكو وبين الو المباشر والغير مباشر أنا بحكي لي ام فاعل اللي هو معناها يحب وبيان معناها ضر فأنا شو مباشرة بحكي؟ ما في مفاعل به مباشر إذن مباشرة بحكي بكون الجواب كو بتكون جم بيا إيش والأنا بحبه كثير؟ بيرجع على الميزون اللي هو المنزل أوكي هاي مثلا شوفوا إذا شفتوا جملة طويلة وكان فيها فاعل وانتوا رحتوا حذفتوا تبعة الفاعل مثلا وحذفتوا الإشي الإضافي وشفتوا كل هاي معقول في كل هاي الجملة ما في مفاعل به مباشر ما بلا بكون فيه فعالطول بحكي مدام الجملة فيها كل إشي ولو بدي أحددلكم بالزبط وين المفاعل به هاي المفاعل به تمام بدي أغششكم لما بتشوفوا بعد الفراغ لأبوستروف والأو شوفوا بدي أوضح لكم إياها هون هاي الأو تعتبر فاعل صح ولا لا؟ فبحكي مباشرة باي باي للفاعل تمام؟ هي هيك واضحة أوكي زي هيك فبحكي مباشرة بحكي مدام الأو إن فاعل بحذف تبعة الفاعل بعدين بنحكي مباشرة ما بدنا تبعة الفاعل أوكي طيب فأنا مباشرة شو بعمل؟ آه بنحذف تبعة الفاعل والأبوستروف هاي أصلا من اللي بخنو سو جي تعون السي او دي طمائر الفاعل تبعون المباشر تمام؟ فإحنا هون بنسبة لإلها بنركز فيها فشو مباشرة بحكي لكم نحذف الكي وبنحذف الكو وهاي أصلا الخيار إضافي ملناش فيه إذن خلاص فبدل ما تضلكم تفصلوها بعد الفراغ إذا بتشوفوا الأبوستروف والأو اعرفوا أنه جواتها في مفعول به مباشرة وفيها فاعل أصلا نحن بين ثلاث أشياء بين الفاعل وبين المفعول به المباشرة وراحوا إذن خلاص حلات معانا اللي هي الغير مباشرة اللي هي الغير تمام؟ نيجي الآن لهون منتغس هيك هي منيحة؟ نعم؟ نعمل كده عشان تكون الأمور أوضح معانا بنيجي الآن هون شو بنحكي؟ سيتون ميزون منتغس بكو ما في فاعل ما في فاعل إذن دغري خاصة نحط الكي كمان الأتيغ ما في فاعل فيين ما في فاعل إذن كمان احنا رح نحلها عالميا على الكي هاي الكي وهي هون كمان خيار الكي شفتو كيف الموضوع سهل الآن هدول التنتين سواء شفتو بعد الفراغ هون شوفوا كيف مش هاي في فاعل عشان بدي أحاول أخليكم شوي يعني قلل السترس عندكم بالنسبة لموضوع دمائر الوسط عشان هيك أنا بتحسوني بحللكم بستفني بنفس الوقت في فاعل بنحكي باي باي للفاعل في فاعل باي باي للفاعل بنكمل بنحكي وين الخيار الرابع اللي هو الدون والدون هدفناهم برضو رجعنا نحتار بين الأول ك بنكمل في فاعل في فاعل شو هدول هدول في طلابي بيتسرعوا بيفكروا انهم هدول مفاعل به انه والله في فاعل وفي أشياء بعد الفاعل اكيد فيه فبيحلوا هدول التنتين أو فانا بحكي لكم هدول التنتين جوابهم ك والدليل انه هدول ظروف الظروف ملناش فيهم في مباشرة شو بتحكولي مش عارف انا شو موضوع النقاط فهاي النقاط تمام هون بوكوا معناها كثيرا وهون معناها جيدا برضو انه بشكل منيح تمام فانا ما في عندي مفاول به مباشر اذا بحط المفاول به المباشرة تبع تلك هاي الفاعل بنحضف الفاعل وبنحضف الخيار الرابع الاضافي معنا ما بهمنا برجع بحكي لكم معناها فعل توسول هيد كمان انه زي صفة وتكمل لها انه انت هذا المكان بتقدر تزوره لحالك هل احنا وضحنا شو هو المكان لا اذا انا مباشرة ما في عندي مفاول به مباشر فبحلها على اساس انها تكون مع المباشر الان شوفوا 21 و 23 هدول 21 و 23 انتبهوا لو انها الجملة طويلة بعد الفراغ ما في فاعل التير و التفاعل مدام ما في فاعل على طول رح يكون الجواب اللي هو كي و رح يكون هون جوابها كي مية بالمية اوكي نيجي الان لسؤال 22 سؤال 22 فكرته بحكي لنا ستون فيل جو بريفير مي فاعل بحكولي مدام في فاعل و كل هالجملة مية بالمية بلها مكان بحكي لكم صح اول شي شو بعمل مدام في فاعل بنحدث الكي واكيد هاي هال مي فاعل بها بنحدث الكي و اصلا احنا بنحدث الدن اذا خلصت و حلناها على موضوع المكان ممتاز نيجي الان لسؤال 24 ستون فيل تول موند أدميغ تول موند هاي معناها كل العالم يعني زي ك انكم شايفين فبتحكولي باي باي لفاعل وباي باي للخيار الرابع بنحكي أدميغ فاعل طب وين المفعل به مافي اذا هاي هالك واضحة يعني انا بتمنى ان شاء الله انكم انتم ماشيين معي بالفيديو ومرتاحين يعني ان هالامور بتتوضح معنا وبتكون اموركم كتير احسن واسهل يا رب اوكي انا بحاول اعمل لكم زوم على اساس يعني الامور تكون اوضح معنا اوكي نيجي الان لهون ستين فيل دو الا ديكابول نيجي الان نيجي الان نيجي الان دو الكبير اوه بحكي انه فاعل بحذف الفاعل بكمل لاماتينة بحذف المفعل به و بنحذف الخيار الرابع اذا ايش هاده المكان اللي بنقضي فيه كل الصباح وين بطول معان الله اللي هي لا فيل دو الا ديكابول تمام؟ اللي هي مدينة الديكابوليس اوكي شوفوا كيف كل هاي الجملة بهمني انا بس بعد الفراغ في فاعل إذاً أنا مباشرةً بحذف الفاعل إليا أغسطوغو هاي مفعل به وحذفنا الخيار الثابع إذاً أنا وين بحكي عن المكان الآن بالنسبة للي بعدها يبيحكي لأتيغ اللي هي فاعل ما فيها فاعل إذاً أنا مباشرةً بحكي بين قصمة الفاعل فمباشرةً بنحكي كي أتيغ بوكو دو توريست أرابي إترانجير داكور في فاعل هاي تعتبر مفعل به باي باي وبطلع معنا الو على طول تمام نيجي لهون كمان هاي في الو فاعل وكل هاي مية بالمية فيها مفعل به مباشرة إذاً ننأخذ معاها الو طب وين المفعل به المباشرة؟ بوكو دو مونيمو إذاً بنحذف الكو وأكيد رح نحذف الخيار الأخير معنا الآن نيجي لموضوع أبي يعمل هاي رجعنا للفاعل هون اللي هو الفاعل يعمل وعندي فاعل مدام في فاعل بنحكي باي باي للكي أنا محتارة بين هاي دول التنتين وأساساً هاي بحكي لها باي باي ما بدنا إياها مباشرةً بحكي لكم إنه أبي يعمل إحنا حكينا الفاعل يعمل والفاعل يعيش أكتر إشياء دول التنتين بكونوا بيدلوا على موضوع المكان فعلى طول إحنا بنحط إنها او أوكي او فاعل بنحكي وين كي الفاعل خلني نحذفك وبنحذف الخيار الرابع معانا ما بدنا إياه أوكي باجي برجع أنا احترت برضو بين الك والأو كل هاي الجملة أكيد فيها مفوال به زي ما أنتم شايفين إذن على طول رح يكون حلها مع الأو الآن بالنسبة لفا هاي الفا للي مش دارس منيح تصريفات الفاعل أليه بدي أحكي لكم إنه هذا فاعل يعني هون ما في فاعل مش تضلكم متعودين نحذف الفاعل نحذف نحذف لأ إحنا حكينا الفاعل إلو شغلتين إذا بلاقي في فاعل بروح بحكي خلص ما هو موجود الفاعل فبحكي باي باي للخيار سبع الكي بنفعش أحط فاقمه في فاعل كمان أحط فاعل هذا فحكي خطأ لكن لما ما يكون فيه بتحطوه لك أنتم بتكونوا جاوبتو تمام الآن نجي لهون جو برضو هاي فاعل شفتوا كيف لأنه في فاعل بحكي باي باي هون ما كان فيه فحطيته فمش إحنا من كتر مكانة الجمل إنه نحذفه نتفكره خلص مش موجود لأه موجود مي من فاقت منعي هاي ما فعل به بنحكي باي باي أكيد بدها للمكان هاي المكان اللي أنا بحط فيه محبطي وين رهي الحقيقة أوكي هاي حلينا زي هالجنبيا حكينا على طول برتها تكون على الكو لتغيس تعتبر فاعل باي باي للكي لتغيس تعتبر فاعل وما في عنا ما فعل به إذن على طول رح تنحل على الكو أوكي نيجي الآن لهون بالنسبة للتخوازوتيل بنحكي لإيل فاعل باي باي تخوازوتيل ما فعل به بنحكي باي باي للكو وأكيد بدها تكون مع اليمين الو بحكي هناك أو حيث يوجد ثلاث منادق الفاعل تعتبر فاعل ما فيش فاعل إذن هاي الكي مو فخير تخفاي مو فخير فاعل بنحكي باي باي للفاعل وحكينا الفاعل يعمل على طول بده المكان فأنا مباشرة بحل على أساس إنها تروح مع الو الآن هاي نرجعنا لالأبوسترف أون شو حكينا جواتها في فاعل وفيها مفعل به إذن على طول بتتكون مع الو جابخي سي بوكو الجو فاعل أبخي سي بوكو فعل وضرف ما في عنا مفعل به مباشر إذن مباشرة بنحط إنها الكو أوكي الآن نيجي لهون هاي دون وهاي دون ما في فاعل مدام ما في فاعل إذن بحكي هاي فاعل وهي الفاعل خلصناها شوفوا أنتوا تبعت الفاعل ما بكمل لاحظوا أنا كل جمل اللي ما حلتوا على الفاعل ما كملت ما بيهمني في مفعل به مباشر ما في غير مباشر بيهمنيش إلا من البداية من الأول شو المفقود أنا على طول بحل عليه بحكي هاي تفاعل بحذف الفاعل كل هاي ما فيها مفعل به مبلا فبنحكي باي باي وبنحذف وبنختار الو طبعا رح تحكولي شو الفرق بين الو هاي والو هاي هاي الو معناها او مش تروحوا تحكولي ما هي شحطة عادة بتفرقش لا كيف ما بتفرق لما يكون الاكسو على الو معناها أنا بحكي عن ضمير الوصل او أداة الاستفهام اينا لما ما يكون فيه معناها هاي مش إنها غلط او خطأ مطبعي هاي معناها او فهون اختلف المعنى بشكل كامل المهم نيجي الان لهون برضو هاي حالينا اكتر من اشي عليها بس مرة بنحكي اللون التذكرة الذكرة بشكل عام اي اشي ممكن نحكي الفستان كذا كذا بنغير فيه فبنحكي احنا هون في فاعل في مفاول به هون بنحكي الاما في مفاول به اذا بنحط الان هون جو مانج توري جوغ توري جوغ مفاول به وفيه عندنا فاعل اذا انا مباشرة رح احلها على موضوع اللي هي المكان شفتوا كيف الموضوع كتير سهل ان شاء الله ان كنتوا استفدتوا بهذا الفيديو احنا بنحل الـ 45 سؤال بوقت قصير وكتير منيح راجعتكم فيها افهمنا كيف طريقة استثناءنا وحل الأسئلة بشكل طعام يعطيكم الف عافية اي او هون واغ